السيدات والسادة مساء الخير في مسيرة السينما والدراما التلفزيونية شخصيات كتبت أسمائها ليس على تترات أعمالها فحسب ولكن كتبتها في صفحات تاريخ بلادهم التي تفتخر بهم وكرمتهم كرواد حملوا مشاعر الفن والفكر المستنير الخلاق من هؤلاء ضيفنا اليوم مخرج ومثقف كبير صاحب رؤية فنية ووطنية ألهمت العديد من المخرجين وصناع الدراما في مصر ضيفنا الكبير ينتمي إلى طيار الواقعية التاريخية في الفن استلهم موضوعاته وأبطاله من تاريخ مصر الحديث ووضع بصماته لنحو نصف قرن على أعمال خالدة في تاريخ الشاشتين الصغيرة والكبيرة في حديثنا من مصر اليوم نسأله عن حلمه ومشروعه الكبير بعد حصوله على أرفع جائزة ثقافية في مصر تسأله عن صناعة السينما والدراما المصرية عن أحوالها ومبدعيها وكيف تستأنف دورها الكبير كسفير للثقافة والحضارة واللهجة المصرية لكل مكان عن أحوال الدراما والسينما عن روادها ومبدعيها وتواصل الأجيال حديثنا اليوم من مصر أهلاً لكم معي للحديث عن صناعة السينما والدراما المصرية وتواصل أجيال المبدعين المخرج الكبير محمد فاضل الحاصل على جائزة النيل للفنون أستاذ محمد فاضل المخرج الكبير أهلاً وسهلاً بحضرتك معنا ومؤكد أن احنا سعداء جداً جداً بوجودك وأعتقد أيضاً أنك سعيد قوي بوجودك في هذا المكان أولاً حقيقة سعادة مضعفة يعني لأكتر من السبب أولاً لوجودي في البرنامج العظيم ده شكراً وبعدين استوديو عشرة أيو استوديو عشرة يعني في وقت ملاقوات كنت أنا مسؤول ما أحبش كلمة مدير دي مسؤول عن هذا الاستوديو وعملت فيه أكتر من عمل فني طبعاً فحقيقة زكريات عظيمة جداً هو كان من أشهر للستوديوهات أعتقد على مستوى العالم العربي كمان أفوت من الأوقات لأنه هو 900 متر أو أكتر فكان من أكبر أو يمكن أكبر استوديو في فترة من فترات في المنطقة كلها يعني صحيح طبعاً يعني بنكرر مرة أخرى التهنئة بحصولك هذه السنة على جائزة النيل وهي أرفع يعني جائزة في المجال الثقافي المصري كيف استقبلتها؟ هو الحمد لله أنا طبعاً خدت جواز كتير في مهرجان التلفزيون وفي يوبيل الفضي للتلفزيون يوبيل الذهبي لكن الجائزة دي لها طعم خاص أو قيمة خاصة لأنها أعلى جائزة فنون في الدولة صحيح يعني الواحد طبعاً حصل قبل كده وتكريمات ومن جهات مختلفة لكن لا دي جائزة وخصوصاً أنه اللجنة اللي تحكيم فيها ما هيش اتنين أو تلاتة أو لا لا ده حاجة بتوصل أكتر من تلاتين شخصية فنية وثقافية في مصر فدي حقيقة لها طعم خاص صحيح ولما حصلت على هذه الجائزة أهدتها إلى الزوجة يعني الفنانة الكبيرة الأستاذة فردوس عبد الحميد وأهدتها أيضاً لمخرج كان لك زميل في فترات كثيرة من حياتك وهو نور الدمرداج لا والنور الدمرداج بالنسبة لأستاذي أنا أهدتها أولاً لكل من أنا اشتغلت معهم من أول مؤلف للممثل للمدير التصوير للديكور لعمال الستوديو لأنه العمل الدرامي غيره من الفنون يعني مثلاً الفنان التشكيلي بيعضوا لوحده يعمل اللوحة أو التمثال لوحده الشاعر عايز مجرد وراء وقلم لكن الدراما عمل جماعي المخرج هو بينسق بين كل الجهات دي يعني بيعرف يختار نص ويختار موسل ويختار مدير التصوير ويختار ويختار ويعمل فريق عمل من أول المؤلف اللي هو البداية طبعاً أول واحد مؤلف صاحب النص أقل هو يعني مؤلف النص يعني لحد حتى عمل الستوديو بيبقى لهم دور يعني هذا العمل الفني بيشترك فيه ناس كتير ده مش بقلل من دور مخرج طبعاً لا يعني لكن ودي الحقيقة يعني مخرج سطرته في ايه؟ في اختياراته مش مجرد أنه هو يعرف فيه يخرج طب هو يخرج بمين؟ هم يبدول يعني له وجهة نظر مثلاً معينة فيه عايز يوصل معنى معين لازم يختار النص اللي هو بيوصل الرسالة دي أو المعنى ده عايز يعمل تكوين معين في الصورة لازم إذن يختار مدير التصوير القادر على أنه يعمل هذا التكوين يبقى دي المقرسن كده بيسموه ديريكتور وبالفرنسية حتى محقق ريالا الزتير ريالا الزتير يعني معرفت صورة تسوي فده سغلته بقى اختياراته هو دي اللي بيبقى مسؤول عنها في النهاية لأنه عشان كده المخرج يجب أن لا يفرض عليه أي فرد عليه هو أن يختار كل المحيطين به في العمل الخالي نص لحد آخر حاجة فإن لم يحدث هذا أعتقد أنه الناتج مش هيبقى جيد لا طبعا أنا رأي بنقلل من شغلات المخرج أو مش خلاص ما يبقاش مخرج المخرج لو فرد عليه في أي جئ حاجة فرد لا ما يبقاش مخرج صحيح حضرتك من اسكندرية وطبعا اسكندرية أنجبت الكثير من الفنانين إيه موضوع اسكندرية يعني مع هذا العطاء الفني؟ والله اسكندرية كمدينة يعني لها عراقتها طبعا وكانت تتميز كمان بأنه ثقافات كتير كانت بتخص لها يعني يونانية وإيطالية وفرنسية بحر متوسط بحرم كل المنطقة فعشان كده كانت هي يعني إيه زي ما يقولوا مهد لناس كتير من الفنانين حتى قاربهم مثلا يعني كان سيد درويش مثلا توفي الحكيم محمود سعيد كفنان تشكيلي عندنا مثلا عمر الشريف اسكندرية سامير صابري اسكندرية محمود مورسي اسكندرية يعني إذا ناس كتير قوي هنا أنا بالنسبة لي اسكندرية تعني أن البحر ده له طعم تاني البحر قبل ما تطلع عمرات كتير تتحجبه يعني كنا نمشي على الكورنيش من أول قلعة آية بيه هناك في الأنفوسي وبحري لحاة دي المنتزى لو احنا شباب على فكرة كنا نقدر نمشي ده كله لقى البحر وكورنيش عظيم جدا كان من أهم يعني الكورنيش اللي في العالم صحيح لأنه ممتد امتداد طويلة ممتد جميل حقيقي طبعا لقى طلعت مباني كتير وحجبت الرؤية وكافيهات بقى فده بالنسبة لي كان الكورنيش والبحر بيمثله يعني روح تانية خالص يعني مؤكد أن البيئة المحيطة بالفنان ممكن أنها تصنعه يعني أكيد وبنلاقي ده حتى بالنسبة الفنانين اللي خرجوا مثلا من الصعيد زي الشاعر عبر رحمان الأمنودي مثلا على سبيل المثال بتلاقي لا البيئة اللي هو خرج منها أثرة عليه أو يخليها مرتبط بيها يعني يعني من هنا كان أيضا اختيارك في كثير من أعمالك للسكندرية كمكان للتصوير أو لمجرى الأحداث نفسها هو فيه موضوعات مباشرة عن السكندرية زي رالبيضة مثلا بطولة طبعا تأليف أستاذ أسامة النار وكاشا بطولة سناء جميل وجميل رياة بتاع دي تقريبا بالكامل بتدور في السكندرية أو عن السكندرية النوة برطاليف أسامة النار وكاشا وبطولة بقى فاردوس عبد حميد ومجموعة نواء عن السكندرية خالص وكلها كل أحداث بتدور في السكندرية الشرع جديد قصة رؤية عبد حميد جودة الصحر وبتدور عن السكندرية في أثناء الحرب العالمية الأولى ومرورا بثور 19 لحد التلاتينيات فده برضو كلها بتدور في السكندرية مسلسل مثلا زليلت أبد على فاطمة لا هو بيدور في برسعيد بس أنا صورته في السكندرية يعني ما منطقة ساحلية يعني منطقة ساحلية وقل البحر دي كانت منطقة غير يعني خلناها برضو أسامة النار وكاشا إنها مش محددة مش بلد معينة محددة هو اسم بلد اختاره هو في قرية ساحلية أو بلد ساحلي في تدور أحداث فصورته برضو هناك في السكندرية يعني في مناطق كمان كنت أنا يعني إيه مناشة عليها بصفتي إن أنا السكندرية يعني المولد والحياة مثلا زي فنار بتاع الماكس أكتر واحد يعني وظفه في أكتر من عمل يعني حتى الاسم قل البحر وقل البحر مثلا في منطقة فابوئير يم نابوليون وبتاعه وعند حاجة اسمه سيدي كافوري واحد من المسايخ اللي هناك يعني مناطق أنا بعتبر نفسي استفدت من السكندرية كتير قوي أيضا في أعمالك أعتقد بشكل عام يعني حيث بتهتم جدا بالبعد الاجتماعي والبعد الوطني يعني كيف يجيء هذا الاختيار أنا رأيي إنه الدراما التلفزيونية دي يعني يعني اتعملت لأنها دراما مهمة جدا متخص البيت يعني زمانك الدراما إن أنا لازم يروح مصرح يروح سينما أوس مع إزاعة ده الدراما اللي كانت موجودة لحد ما دخل التلفزيون مصر اللي هو 1960 فدي كانت مسؤولية كبيرة جدا لأنه التلفزيون حل محل بهو البديل يعني كان زمان زي ما يقولوا ديكور البيت منظرة على شكل مربع أو الصالون أو المكان اللي بيعودوا فيه كبار السن مع متوسط السن مع الصغار فالخبرة بتنتقل من كبار للصغار كبار للصغار فشلنا الحائط الرابع ده وحطنا مطرحه شاشة تلفزيون من أول حتى أبيض ويسود لحد الألوان لحد الشاشات الكبيرة فكان لابد أن التلفزيون عليه مسؤولية هي مسؤولية حل محل الخبرات فكان لازم التلفزيون والدراما التلفزيونية بالتحديد تنقل للناس خبرات الحياة اللي هم افتقدوها لما الأعدل المربع دي خلصت بقى فيه الحائط الرابع ده فيه حد يعني بديل هذا التجمع الأسري وما يدور فيه طبعا دي مسؤولية كبيرة جدا ومن أهمات دراما وبعدين الحكي ده موجود في النفس البشرية من بدر جدا وفي كل الحضارات في كل الحضارات لا ده بالعكس أنا عايز أقول أنه مثلا في الدين الإسلامي أو حتى بقية الأديان كلها لقى الكتب السماوية مليانة حكي ليه من خلالها لأنه ربنا سبحانه وتعالى عارف أن الحكي ده البشر بيحبه فوصلوهم القيم والمعاني من خلال هذا الحكي فإذا لازم نعتبر الدراما ده شيء على فكرة مقدس ولازم نحترم الدراما ما نقدمش من خلالها أي حاجة لأنها بتسيء للنفس البشرية بتسيء بتطلع أجيال ممكن من خلال الدراما لو النماذج السيئة هتبقى كارثة يعني حضرتك مؤمن أنه الدراما تؤثر جدا 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 في من يتلقاها خاصة فئة مثلا الشباب والصغار وخصوصا لما يبقى نسبة التعليم كمان مسعالية يعني نسبة القدرة على القراءة زمان أو حتى للطلاع على في النت أو في الموبايل أو بتاع على الثقافة الجديدة اللي في العالم أو الأدب القصص اللي في العالم فالدراما هنا بتقدر تقدم لنا ده بشتى الوسائل مش معناها أن أنا حقول وعص لا ما الفن يعني إيه لا أنا حعبر عن هذه القيم بأسلوب الفن يعني هذه القيم ممكن بتعبر عنها في أغنية بتعبر عنها في مصرحية بتعبر عنها في فيلم فأنا الدراما التلفزيونية أنا قاعد مع المجتمع ده 24 ساعة وخصوصا دلوقتي بقى القنوات بتزيع 24 ساعة ما كانتش بتقفل مثلا ساعة ناصر لا خلاص فإذا قال الله ده أنا مسئولية أنا عايش مع الناس دول في وسطهم لا إيه اللي أقول هلهم أما برضو تحرجع تاني عشان ما حدش أقولك أنت عايز وعص لا مش وعص أنا عايز فن يقدم الرسالة يعني مفعش الرسالة أجي أقولها الناس لا ما عايش خطبة ما عايش حديث أو لا لا ده لازم تقدم بخيرها الفن جيد عشان درقناهم بالرسالة ودي الشطارة يعني ممكن الفن ده يبقى كوميدي ممكن يبقى غنائي ممكن يبقى تراجدي ممكن يبقى حتى لو بعمل أكشن بس أكشن معقول ما هو المبالغ فيه أنا بعمل قيمة معينة بوصلها في شكل فني هذا الشكل الفني لازم يبقى جذاب للناس ما يبقى سوعظي عشان بس أحساب بعض ناسي أقولك أنت عايز لا يا سيدي مش وعظ بس في رسالة لا يمكن تخلو من الرسالة يعني حديث شايف أنه الدراما الآن وفي هذا العصر وفي هذه الأيام ما زالها هذا التأثير النفسي على المشاهدين آه طبعا برغم أنها طبعا الإنتاج بقى متعدد جدا لا عشان كده دي مسئولية بقى الدراما هنا على فكرة الدراما دي مسئولية كبيرة يجب نعم ما تتسافش كده مهم جدا هذا الاندماج إلى جانب أن الدراما بتقوم بدور التحريض على المناقشة الدراما هي معمولة عشان ناس العيلة تقعد ويتناقشوا مع بعض وينقلوا الخبرات مع بعض ممكن أحقول لك لا لا هو مالوش حق أنه يعمل كده يقول لك لا بس هي اللي غلطانة هذا التحريض على المناقشة لابد أن الدراما تقوم بيه لأن احنا افتقدنا جلسات المناقشات اللي كان الجد والأب هو الحقيقة ده كان سؤالي فعلا يعني الآن هل فعلا مازالت الأسرة تجتمع حول التلفزيون مثلا حتى تشاهد التراما التلفزيونية ويتم بينهم نوع من النقاش والتبادل للأراءة يعني أتكلم بقى بصراحة الحكاية تدرجت بحيث احنا قضينا على يعني ايه جوهر المشاهدة فباخد التابلت أو باخد الايباد أو باخد التلفون وحط سماعات على وداني عشان اسمع الوحدي في قوضة تانية السيد محمد فاضل يعني أنت كمخرج هل اخترت توجهك في مجال الدراما يعني هل كان لك مثلا تفضيل أكثر للموضوعات التاريخية الموضوعات الاجتماعية هو انا طبعا الاجتماعي هو الأساس لكن حتى لو انا عملت عمل تاريخي عاوز اوصل برضو لرسالة اجتماعية يعني على سبيل المثال فيلم ناصر 56 الكاتب محفوظ عبد الرحمن هو مش الهدف منه أن انا اتكلم عن ما كانش تاريخ حياة جمال عبد الناصر احنا قدمنا مفيش يعني مرحلة مه مرحلة محدودة جدا يعني من يوليو تقريبا لحد العدوان السلاسي او في نوفمبر اخره كان كده يعني 6 سور ما كانش الهدف مجرد ان انا بعمل عمل تاريخي عشان اقول لان الناس ما حافظة الخطبة وعارفة لا كنت عايز اقول انه ما استلمنا قناة السويس في 26 يوليو سنة 56 مين اللي ادار هيئة قناة السويس مجموعة شباب لان وقتها المهندس محمود يونس كان عنده 38 سنة مهندس عزة عادل اللي هو كان بعد كده رئيس هاية القناة كان عنده 28 سنة فكان الهدف بنقول ايه ومن ساعة مصر ما استلمت القناة ليلة 14-15 سبتمبر سنة 56 برضو ما حصلتش فقد او تعطيل من سحب مرشيدين اجانب ما عادة اليونانيين طبعا عشان يعملوا المصر احراج انها حتو المرش مهمة جدا في القناة زمان يعني حتى قبل التوسعات وكده فكان المرشد ده دوره اساسي طبعا عشان ما تخبطش المراكب فبعد مين اللي قدر ده الشباب المصري جبنا وقتها فاكر يعني او زي ما جيه في الفيلم شباب من ضباط القوات البحرية واخدوا تدريب من المرشدين اليونانيين وقدروا ما حصلش خالص يعني ما حصلش اي عطل كان في القناة من يوم مصر ما استلمتها لحد النهاردة فاذا ده كان الهدف من الفيلم اذا حتى الفيلم التاريخي عايز اقول من خلاله لا يعني عملت هدى شعراوي او مسلسل اسم مصر الجديدة عن هدى شعراوي من خلالها ما كانش بس عمل تاريخي لا ده بقول المصريين لما اتفقوا عملوا التوكلات لسعد زغلول في صورة 19 اذا وده حتى تكررت في في 30 يونيو على سبيل المثال يعني يعني اذا الشعب المصري قادر على انه يغير يعني اه صدول ما بعملش عمل تاريخي لمجرد تاريخ لا ده نبستفيد يعني حتى نستخلص منه مثلا ما يفيد الحياة الحالية مش مجرد بعض ممكن يندرج على الحياة الحالية اه يعني انا مش الناس راح هتفرج على متحف لا ناس هتفرج على دراما تصلح ناخد منها قيم للعصر اللي احنا فيه اه يعني حضرتك يعني بتختار بجدية شديدة جدا الفترة التاريخية اللي بتكتب عنها تبقى مفيدة يعني بتقدمها للناس وايضا لك توجه كبير ايضا للموضوعات الاجتماعية في مصر ده اساسا اه لانه الدراما الاجتماعية دي هي اساس التلفزيون لانك بتخطب الناس في بيوتهم اللي في البيت اه اللي عادي بفرجوا عليك بملابسهم منزلية وهما بيشربوا شيء والنور منور ده تقص مختلف عن السينما والمسرح ايه انا السينما بخش في ضلمة قاعة ضلمة بتفرج ما اقدرش اتكلم عن الجنب لان اللي وراي حيقولش لكن انا وانا بتفرج على التلفزيون وانا شخصيا كنت بعمل لحظات وبتعمدها في ال وانا بعمل الاخراج يعني ان في لحظة صمت هنا اعملها عشان المشاهد لو قالك لا ده ملوش حق لازم يعلق يعني اسمه انا بسميها التحريض على المناقشة بوجد للمشاهد قضايا او مواقف عشان هو اللي جنبه ممكن يقوله لا انا رأيي لا ولا غلطان واعتقد يعني تلك احدى وظائف الفن بشكل عام لازم يعني ان يصير التساؤل يصير التساؤل انا بسميه ببالغة شوية سميه التحريض على المناقشة يعني ما بقاش قاعد بيتفرج كده مستسلم ويأزأز لب لا انا لازم اخليه قاعد متوتر مش متوتر يعني قصلي منتبه ايه ما بعملوش دراما يأزأز معه لب منفعش حلو التعبير ده حدريك بتفكر انك تعمل مسلسل ما عن دكتور علي ابراهيم اه اش معنى نموذج ازاي المرأة المصرية امه ازاي تهرب به لان والده كان عايزه يشتغل في الارض ايه ها فتهرب به تروح اسكندرية وهي فلاحة مصرية بسيطة اللي تجيد القراءة والكتابة ازاي احساسها بان التعليم ده حاجة مهمة فتهرب بابنها ده وتروح تعيش في اسكندرية باسم تاني ومختفية متخفية يعني والاستاذ محمد جلالي عبلقوي عامل معالجة لهذا العمل يعني احنا نعمل دراما عن الشخصيات المصرية المؤسرة في التاريخ المصري فعلا عندنا طبعا عندنا كتير قوي يعني هو مثلا في ساميرا موسى على سبيل مساء ايوه برضو الفتاة المصرية اللي قدرت توصل تبقى يعني تحط اي ده على حاجات في علوم الظرة والعلوم الظرية دي بحيث انه وغيرها عندنا نماذج كتير جدا فده مطلوب ولم يعني يتناولها التليفزيون ولا السينما خالص هم هم بيقولك لأ الناس ما سحيحبوا يا مين قال لا خسارة فعلا قال لأ ما احنا اما حصل الاختيار الجزء الاول بالتحديد ما الناس اقبلت عليه جدا لأن السخصية مصدقة وسخصية حقيقية والناس اتفرجت يعني بجد طبعا الدراما عندنا في في مصر عادة بتتركز في شهر رمضان ايه رأيك فيه هذا التركيز في هذا الشهر لا طبعا يعني ايه زي بقولك كتر الحاجات بده ضيع بعضها يعني ماشي مش حكاية مهبوق كله السبب الاعلانات فاحنا يابد انه الاعلانات تتبعنا مش احنا نتبعها يعني عايز اقول حاجة الوسائقية ايه كويش قناة متخصية ما فياش اعلانات بعض اتفرج واستمتع وانا رأي شخصي انها لا تقل عن قنوات الوسائقية الاخرى وعلى فكرة يعني الجمهور كله في العالم كله بيهتم بيه الوسائقيات جدا طبعا يعني انا حقيقة من القنوات اللي انا بتبعها ويعاملها مستوى كويس جدا والحمد لله مكتبة ماسبيرو طبعا فيها حاجات عظيمة جدا بتوفدها لا ان شاء الله يعني يا ريت يعني هايك بتكلم عن شيء مهم جدا مهم منها كلنا للحوار بقي فاصل قصير نعود بعده اللي نستكمل هذا الحوار مع المخرج الكبير الأستاذ محمد فاضل حول مشواره الإبداعي وأحوال الدراما الاجتماعية في مصر أستاذ محمد فاضل حضرتك طبعا لك مسلسلات اجتماعية مشهورة جدا جدا وأعتقد الناس ارتبط بيها ارتباط كامل يعني مثلا زي أبو العلال بشري زي أبناء العزاء شكرا إلى آخره النهاردة لو انت عايز تعمل مسلسل بترصد فيه الحياة الاجتماعية في مصر حتى توقف عند أي نقاط أنا محتاج دلوقتي أسبق يعني أقول حاجة مش حصلة لا أنا أقول إحنا عايزين إيه أي يعني على سبيل مثال إحنا محتاجين لشباب تعليم مهني أو فني عشان يعني يشتغلوا في في المهن في المهن المختلفة يعني فما ينفعش تبقى مسلسلاتي كلها بتدور في الكمباونز وإنه الراجل اللي هو العربين ثلاثة وقفين قدام حتى ده في الواقع أنا مش مهم أنا مش مطالب أن أنا أترجم الواقع زي حكاية الخنايات افرد عندنا في حد مثلا خارج على القانون وعمل جرائم معينة أنا مش مطالب أعمل ده في الدراما ليه يعني إلا إذا كنت عايزة أقول معنى معين أو وصل معنى لكن مجرد استعراض قوية الفنية أو قدرات الفنية في الأكشن واستخدام التكنولوجيا الجديدة بقى في الجرافيك ومش الجرافيك في النهاية ليه مقصود إيه حيقولك آه عشان ناس تتسلق أو ما أقدر أسلل الناس وفي نفس الوقت أقول رسالة أو وصل رسالة لكن أستاذ محمد فاضل يعني عادة لما بنبرز حاليا الحارة المصرية في مسلسلاتنا الدرامية يعني أنا كمصرية أو غيري يعني بنجد أن الحارة هي أفضل من ذلك بكثير يعني شكلا وموضوعا ولهجة وحديثا يعني ليه دايما الحارة المصرية عندنا مدانة لا ده ده شكل هم اتاخد وكان بيتعمل في الأفلام القديمة عشان يعمل جاذبية لكن دلوقتي لا الناس بقت شايفة وبقت يعني حتى الموبايلات أو يعني بتشوف الناس أول باول هي مش حقيقة الحارة المصرية إطلاقا يعني أنا ساعات كنت بمسي مرة في مية عقبة ومرة في الجيزة مرة بالعكس ناس عادين جدا والناس هدية ومع بعض الحرم كلها إخنايات إطلاقا وناس بتضرب بعض وناس بتموت بعض ليه ليه موجودة في صفحة الحوادث إذا ونسبته محدودة كمان إنت الدراما تبقى لما ما يبقاش فيها حاجة شزة أيها يعني افرض حادثة شزة حادثة اسمها حادثة سموها حادثة حادثة أو مصادفة هي يعني لا طب هي دي تبقى بشكل استثنائي يعني أيها ده بتبقى استقوى عشان كده سموها حادثة حادثة أيها ما جديد للطبيعة إلا أنا مطالب نقدم مش عشان أعمل شوية جاذبية إيه وجاذبية حتى مش لطيفة ممكن تبقى بالنسبة للصبية اللي هما لسه ما نضجوش يتقالهم إن هو ده الصح أيها وده بقى من أخطر ما يمكن صحيح وده واصل صحيح حتى حتى لو الواحد الوقت يقرأ ساعات على الموبايلات والحاجات دي بيلاقي الناس بيستخدم أساليب بيديد طبيعي بتاع الإنسان خالص يعني يعني هل الأعمال الفنية يمكنها أن تواجه مثلا مثل هذا اللي حضرتك يعني بتوجه له الأسلوب الحديث المفردات المستخدمة إلى آخره ما هو أصلي الدراما مش معقول هتبقى الناس كلهم أخيار لا وإلا الصراح هيجي منين سحيح الدراما تعني الصراح لكن ما قدمش بقى الشكل الشرير بشكل جذاب هنا أنا بقدم الشكل الخاطئ عشان الناس ترفضوا ودي مسؤولية الدراما ما لازم ما بفعش أشوف لبيض مغير لو جنبه أسود حيبان لبيض أكتر فأنا مطالب أعمل مساحة سوداء لكن في النهاية لازم أوصل للمساحة البيضاء الأكتر صحيح صحيح طيب دلوقتي يعني قطعا الدراما المصرية بتواجه منافسها ومنافسها حتى على المستوى العالمي مع المنصات التلفزيونية كيف يمكنها أن تتميز بشيء تجعل المشاهد المصري والمستمع المصري يعني يبقى أمام هذا الانتاج المصري لازم لأول أحدد أنا عايز إيه هل عايز أوجه ده للجمهور المصري ولا عايز أعمل ده عمل تجاري عشان أوزعه في كل العالم بقى ده حاجة وده حاجة وأنا بس ضد التاني من حقه التاني أنه يعمل اللي هو عايزه أنا بكلم على مسئولية الدراما المصرية أي المذاعة حاولك أم التاني لو إحنا في عصر الفضائيات هيقلب ويشوف التاني ما دي شطرتي بقى أن أنا أعمل جاذبية يعني عايز أقول مثلا حضرة مثال قريب قوي من سنتين يعني مثلا مسلسل تحت لصايا طب ما ده مسلسل جميل جدا وشد الناس ووصل رسائل مهمة جدا وإنسانية فأنا أنا ما أقولش إن إحنا في عصر السماوات المفتوحة زي ما يقولوا حسيطر على ناس لا بس أنا أعمل أشياء ذات مستوى معين ولها جاذبية بحيث أنافس الآخرين وعشان كده الإعلام هنا دوره لابد الإعلام والثقافة والتعليم يبقوا مع بعض إعلام ثقافة تعليم لازم يبقوا في بوطقة واحدة لازم بقى في تنسيق بينهم إعلام والثقافة والتعليم لأنه دول بيخطبوا عقل الإنسان فأنا هما الثلاثة مسؤولين أي عن لأنه كمان حتى مهما أعمل ثقافة كويسة من غير عنديش إعلام يوصلها مش هتحصل هما متدخلين في بعض على فكرة والتعليم لازم يخص فيه ثقافة بمعنى ثقافة فنية يعني لابد أن الطفل من أول ما بيطلع يبقى مزيكة وتمثيل ومسرح وسينما يعني كل ده وده يتطلب يعني مدرسة مكتملة الأركان يعني ويوم دراسي طويل طبعا مع التطوير حيقولك الطفل عنده موبايل بتاعه بيجيب أيه بس أنا لو دخلتله على فكرة ممكن أبقى صديقه مش هقول حسيطر عليه لأنا حاليا دلوقتي خلاص من أول الطفل بيه عنده 8 سنين معه موبايل يعني ممكن يعني نقضي على توحد الأطفال مع الموبايلات على مدار اليوم لو كان عندنا السطرة أننا يعني لازم نفكر كمان نقدر نواجه المعارك دي إزاي دي معارك على فكرة ومعارك كونية صراحة يعني دلوقتي بقيت الحروب مش بالأسلحة العادية لا الحروب الفكرية هي اللي شغالة أكتر وهي اللي بتسيطر أكتر دلوقتي قبل ما الأسلحة فكرت مرة أنك تعمل عمل فني ما عن أنفاق قناة السويس طبعا طبعا لماذا لأنه دي كانت يعني معاركة معاركة مهمة جدا أنفاق قناة السويس دي لها بعد مهم إزاي أول مرة نوصل أفريقيا بأسيا في بقت في تلت ساعة ولا نصف ساعة دي مسألة مسهلة يعني مسعادية وبعدين كمان توصيل غرب القناة بسينا في الشرق دي برضو مسألة مهمة وبعدين إزاي الأنفاق دي تعملت ده شباب مصري هو اللي عملها ما جمناش حد من بره يعني كان مهانسة هاني عازر طبعا اللي هو صاحب اللي هو الآلة الفكرة الآلة اللي هي عمت الحفرة ده وخليته تم كان نائب رئيس الهيئة نفذت الحفر ده شاب مصري عنده 28 سنة طب مهدان دي دراما إزاي الشاب مصري ده وحصل محاولة كتير يعني مرة الكاتب آآ أستاذ محمد بغدادي آآ عمل فكرة ربط بين حفر القناة السويس القديمة وحفر القناة السويس الجديدة مه والأنفاء يعني موجود المشروع يعني إحنا أصلي زمان بقى معلش من أننا استوديو عشر كان قبل يعني يجي كده في بدات السنة أو حتى الموسم الرمضاني كان مثلا دار حما سيدة همة مصطفى رئيس التلفزيون تجمعنا شباب المخرين تعايا واد فاضل تعايا واد يا يحيا تعايا واد نوع إيه بقى نوين تعملوا السنة دي كنا ندعى أو نستدعى بس ندعى أفضل طبعا كنا ندعى إلى ما إيه ده إنتو عايزين تعملوا إيه نوين تعملوا مش إن أنا كنت تخبطش على الباب خالص أمري ما طرقت باب وقلت عايزة وبالتالي كنت كمخرج شاب بتستعد طبعا لازم عندي حاجات يعني بتتوقع عشان ما أسأل عندك إيه أقوله عندي كذا وكذا وكذا طب هنعمل أولوية كذا وده خليه سنة جاية يعني ده فما ينفعش الفنان لن يطرق الأبواب هو لا عايز عم لا وخصوصا إنه لما يكون كمان له خبرة وله رصيد طب أنت عايز تعمل إيه تعال أقول إيه عايز تعمل إيه لفت نظر حضرتك أسماء جديدة طبعا فيه لا فيه شباب هما مش شباب أو فيه جيل وسط يعني أصبح من كتر يعني فيه محمد شاكر خضير ده اللي هو عمل جراند أوتييل وعمل تحت الوصاية مثلا فيه تامر محسن عمل أكتر من عمل عمل هذا المساء وعمل لعبة نيوتون ده أنا بدي أمثلة لا فيه ناس كتير فيه هاني خليفة عمل لها لي أزيني أنا برضو أرجو أنه الناس أنا يعني ممكن ذاكرة لكن دي أمثلة لكن فيه ناس كتير حقيقة فيه ناس متفقين جدا فيه مديرين التصوير فيه ممثلين أيضا ممثلين شباب جد شباب طبعا يعني طالعين بس يعني مش عايز أذكر أسماء عشان منساش حد من لا فيه الحمد لله يعني ده ميزة موجودة في مصر حد النهار فلازم الناس دول أحتضنهم بوفر فرص لهم هم كويسين بس لازم أديهم برضو أنت عايز تعمل إيه ما ينفعش أقول له اعمل كذا أنا ضد الحكاية دي جدا محفظل ضدها أي ما ينفعش إيه إحنا والله كلنا يعني يوسع عايز أقول برضو أمثلة يعني كنت أنا مثلا ريح العالمي واسماهل عب حافظ وإنعم محمد علي وأحمد توفيق وأنا بقول على مجموعة من الأدام طبعا وفي في الجداد في جمال عب حميد وفي بيتقال أنت عايز تعمل إيه مش خد أعمل دي ما ينفعش ما يبقاش لأنه حيتفوق فيما يختاره طبعا وأنا بقولك شدي أي حد ولازم عندك الخبرة عشان كمان ما تقعش تدي أي حد لا صحيح طيب يعني يعني تلك المهمة الجليلة يعني هل هي مهمة وزارة الثقافة أم هي مهمة الجهات الإعلامية أم من هو طبعا بعد ما يعني إيه إحنا كان عندنا قطاع الإنتاج شركة صوت قاهرة مدينة الإنتاج الإعلامي طوال منتج الخاص أربع جهات كانوا بيتنافسوا على فكرة يتنافسوا بمعنى كلمة المنافسة المنافسة الجيدة المنافسة الإيجابية في أنهم كل واحد عايز يتفقع تاني وكان المنتج الخاص بيسعى أنه عايز يعمل الإنتاج مشترك مع التلفزيون المصري أو مع صوت القاهرة أو مدينة الإنتاج كان عندنا منتجين كتير جدا أنا طبعا يعني أنا بقول وجهة نظري أي واللي من خلالها اتعاملت الدراما المصرية وكانت مسيطرة في المنطقة العربية يعني مش مسيطرة فيه طبعا أعمال تانية كان فيه الدراما السورية كان فيه دراما كويتية كان لكن مصر هي الموجودة أكتر بحكم يعني تاريخها وموقعها وكده فأنا ما أعرفش حاليا ما ما إيه اللي ممكن يحصل رغم أنه الدينة دلوقتي بقت أكثر حركة يعني بقى فيه ممكن أنه يتعامل شركات أو يعني العمل الدرامي كمان ده يعني صناعة جيدة أو العمل السينمائي طول عمره صحيح طيب العمل السينمائي مثلا الدراما السينمائية تحتاج إلى دور عرض سينمائي الدراما المسرحية تحتاج إلى دور عرض مسرحي هل من هنا نبدأ بالنسبة للدراما المسرحية لازم يبقى فيه مساندة حاليا آه يعني فيه مسرحيات بتحقق جماهيرية أي حتى في المسرح القومي بس عايزة مساندة لأنه الدنيا غليت قوي بحيث يعني عايزة أقول حاجة مثلا الدكورات الملابس الإضاءة الأجهزة ما ينفعش الإنتاج يصرف على نفسه لأن هنا محتاجة دعم دعم وده حيفدنا بإيه بقى لما حامل دعم كويس للأعمال الجيدة على فكرة دي هتخلي القطاع الخاص حتى هيتنافس عايز يعمل مستوى زي اللي حصل في قطاع الإنتاج بتاع الدولة فمحتاجين إنه يحصل مساندة هنعمل حاجات كويسة جدا على فكرة أو برضو فيه سباب طولها في المسرح جاء هايل يعني سواء في القاهرة أو في المحافظات الأخرى محافظات محافظات دي لازم يعني عشان يبقى عندنا سينما لابد أن كل محافظة بقى فيها أكتر من در عرض السينما أي يعني الفيلم السينما يصنع كي يعرض يعرض فيه إحنا دلوقتي خلاص دور عرض الأقاليم كلها تقريبا كان فيه سينما مصهورة جدا في المحافظات طنطة منصورة معروف أسماء بنسويف كل دي كان فيها دور عرض اتقفلت طبعا أو اتعملت أبرج سكنية أو أو فإذا دور الدولة هنا وده هيبقى دور وزارة الثقافة أكتر أي يعني يعني أن تعود بدور العرض السينما إلى محافظات مصر بالكامل فيه محافظات وبعدين حاليا ما بقتش المسألة مكلفة يعني كان زمان عشان أعمل نسخة من فيلم لازم أطبع بكرات 35 مليو دورة الفيلم على فلاشة يعني ومحتاج لإيه العرض ومحتاج مكانة عرض ضخمة زي زمان وكده لا محتاج لبروزيكتور بروزيكتور ممكن يبقى لو اتفقنا مع الصين تتعرض لنا شوية بروزيكتورات هيقف بحوالي 15 ألف جنيه أو حاجة يعني ما فحضرت خيالي أنه لو كل محافظة بقى فيها أكتر من دار عرض ودار عرض حتى في الريف مش مطالب بقى نعمل الكراسي وفتيات لا 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 شيء بسيط جدا كافي دا في ساحة الجرن دي يدوب شاشة بسيطة جدا بروزيكتور زي ما قلت ما يتكلفش حاجة والفيلم عبارة عن فلاشة بتتحط في البروزيكتور يعني صحية ما هي نصائحك لصغار المبدعين الثقافة مهمة جدا لأي واحد مبدع على فكرة ودي هتساعده ممكن اه حاليا ممكن ثقافة مش هتجيب له فلوس كتير في الأول لكن لابد إذا كان هو عايز يبقى فنان له رسالة ورصيدة عند المشاهد ما يعديش كده ما في ناس هتعدي كده وتكسب فلوس كتير جدا بس ما تفتكر لها شو حاجة يعني البقاء للأفضل ونازم الفن معناها انه يفضل اي هو ده الفرق بين فن وفن في فن انا بسميه زي مثلا أزاس الليب او يعني عدي كده وقلاص اه ساعة تفرجت عليه ونسيته لكن في فن بيبقى صحية فإذا كان الفنان عايز يبقى وبعدين لابد انه برضو نعيد النظر عشان كده بقول الحوار الوطني مهم عشان نقدر من خلال قنوات يعني صراعية موجودة توصل اي الرسالة بحس يتقال اه ده يتعامل ازاي المخرج الكبير أستاذ محمد فاضل شكرا جزيلا لحضرتك شكرا لك شكرا في نهاية هذه الحلقة أشكر ضيفي المخرج الكبير أستاذ محمد فاضل ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في حديث جزيلا من نصر